مرحبا بكم جميعا في ليسكول اسمي ضحا وأنا مدربتكم في دروس الدعم والتدارك التي نقدمها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا نشكر شركنا The Dental Factory على دعمه لنا في إنجاز هذه الكابسولة اليوم سنراجع الدرس مضاعفات المتري الذي درستمه في القسم سنبدأ ببعض التمارين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوات اللازمة للتصرف في المتري ومضاعفاته لكن أولا إليكم الملاحظة التالية الوحدة الأساسية لقيس الأطوال هي المتر أجزاء المتر هي وتستعمل لقيس الأطوال الصغيرة نسبيا مثال لقيس طول وعرض كتاب الرياضية يمكن استعمال المسطرة والوحدة المناسبة هي السنتيمتر أما لقيس أبعاد طول أكبر فيجب استعمال وحدات قيس أكبر مثل المتر ومضاعفاته وهي الدكامتر والهكتومتر والكيلومتر مثال طول المسافة الفاصلة بين القسم وبيب المدرسة يسوي ثلاثة جيكامتر وطول المسافة الفاصلة بين ولايتي بن زرد وتونس يسوي خمسة وستون كيلومتر هل أنتم مستعدون؟ سنبدأ بهذا التمرين سنحاول الأطوال التالية إلى المتر لكن أولاً إليكم هذه الملاحظة للتحويل من وحدة إلى أخرى يجب استعمال جدول التحويلات عند وضع قيس في الجدول نبدأ بوضع رقم الأحاط في الوحدة المذكورة ثم نضع بقية الأرقام في الوحدات التي تليها نواصل مع التمرين نبدأ بالطول الأولي ونحاوله إلى المتر إذن نضع 37 هكتومتر في الجدول بحيث نكتب رقم الأحاط أي 7 في وحدة الهكتومتر وثلاثة في الوحدة التي تليها أي الكيلومتر ثم نقوم بالتحويل إلى المتر نضيف إذن 0 في وحدة الديكامتر وصفر في وحدة المتر والآن نقرأ العدد كاملا أي 3700 إذن 37 هكتومتر يسوي 3700 متر نمر إلى الطول الثاني فنضع 152 ديكامتر في الجدول بحيث يكون الرقم 2 في وحدة الديكامتر والرقم 5 في وحدة الهكتومتر والرقم 1 في وحدة الكيلومتر ثم لتحويله إلى المتر نضع صفرا في وحدة المتر بالتالي 152 ديكامتر يسوي 1520 متر نمر إلى الطول الموالي بما أن 1 ديكامتر يسوي 10 متر بالتالي نصف ديكامتر يسوي 5 متر إذن نصف ديكامتر وستة متر يسوي 11 متر ننهي الآن بالطول الأخير ضعف هكتومتر يسوي 2 هكتومتر بالتالي ضعف هكتومتر وواحد ديكامتر يسوي 2 هكتومتر وواحد ديكامتر يسوي 210 متر أحسنتم ريسكول وذو دانت الفاكتوري فخوراني بكم ننهي الآن بالتطبيق التالي ما هي الوحدة المناسبة للرقم المحاطي في القيس التالي؟ إليكم مهلة لتفكيري أحسنتم الإجابة الوحدة المناسبة للرقم المحاطي هي أل ديكامتر نمر إلى السؤال الموالي ما هي الوحدة المناسبة للرقم المحاطي في القيس التالي؟ إليكم مهلة للتفكيري أحسنتم الإجابة الوحدة المناسبة للرقم المحاطي هي الكيلومتر أحسنتم أنصحكم بتدريب عقولكم وذلك بالقيام بالعديد من التمريد والمشاهدة المستمرة للكبسولات المنجزة بالاشتراك مع The Dental Factory إذن لا تترددوا في الاشتراك بقناتنا ومتابعة العديد من الفيديوات التعليمية الأخرى أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس إلى اللقاء مع المراجعة التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر